السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا امنيني احنا النهاردة كده عندهم محسن عندها تشكيل الدفايات حلوة بصراحة اللي هي الاطفال اللي نزلة جديد غير الاشكال اللي هي التانية ديت بس الحاجات كلها رفعت يعني الحاجات عندهم الحاجات اصلا الدفايات دلوقتي فتبت بكام بخمسة وسبعين جنيه فاكرين الاسبوع اللي فتكت بكام يعني كل اسبوع في زيادة يعني اللي عاز يشتري اللي حيشتري يا عما كنتو عما تقول العاز يشتري وللهم العاز يشتري هي حيشتري عشان اصعر على اول السنة واول السبوع اللي جاي هتبقى تقطعين. يعني زي ما انتم شايفين كده الالوانات دي كلها الوانات جديدة. اه دفيات. الدفاية المتر بخمسة وسبعين جنيه. طبعا هو يفرد لنا الاشكال الجديدة عندهما هي. اللي هي الاطفال اللازلة. الفوشيا. كان الفوشيا والاصفر واللبني. وكان في لهم اخضر كمان تقريبا كان هم اربع الوان كده. كلها حاجات كلها اطفال. دي دفيات كلها اطفال. اهي الوانات وخماتها حلوة بصراحة. كانت المتر بخمسة وسبعين جنيه. والبطاطين كانت الكيلو بمئة وعشرة. البطاطين كانت عندها الكيلو بمئة وعشرة. كلها الدفات ها هو طب النازل بيطلع اللون التاني اللي هو اللبني. ده الفوشيا. هنشوف اللون التاني اللون الجنزر اللي فريدو بتطع من ده الفوشيا اللي هو الاطفال ده كمان ها هو. شايفين الرسومات بتاعته? بصراحة الوانات وكلها حلوة. ده كله فين عندهم وحسن? ادي الاخضر. الاخضر في لبني. حلوة اوه ده جميل. شايفين الرسومات عاملة ازاي? اشكال وخامة تحفة. بخمسة وسبعين جنيه المتر. اه في بقى الوانات تانية كتير بقى اللي هي الرسمات الاسلامي والرسمة التانية اللي هي الكروهات ديت اللي هي المربعة ديت. يعني في كزا رسمة عندها. كانت اي حاجة كانت في خمسة وسبعين جنيه. غير البطاطين بقى كتلكيلو بمية وعشرة. بس هما بقولوا لكم الاسبوع اللي جاي. الاسعار كلها هترفع. يعني كل الاسعار هترفع. آآ ايوة هي دي البطاطين كتلكيلو بمية وعشرة. فيها الوانات كتير بقى بصراحة. يعني في الفوشيا. في النبيتي. في الاحمر. في الجنزاري. في البني. شايفين اشكالها? اهي الشكل بتاعها هي. اشكالها كلها حلوة. بس في منها تيل. وفي منها الخفيف. يعني انت وحظك. حسب ما بتوزينها وتطلع. في ساعات البطانية ما بتعمل لها ربعمية ربعمية وشوية. آآ في حاجة بتمكن تعمل متين وحاجة. يعني حسب الطول بتاع البطانية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هصور لكم تاني عندها آآ اي حاجة جديدة هصورها لكم. اللي يحب يجي لها تسأل على تنزيل محطة امو المصريين. تسأل على بنك النصر الاجتماعي. تمشي في السوق. آآ تسيب الحارة اللي بعد الحارة بتاعة بتاع العصير. خش الحارة اللي بعدها. هتلاها هي في النص كده. قبل امو عبدالله بشوية وقبل سيد والحاجة دي. الشرع ده كله من اوله والاخره اصلا قماش. كله من اول ما تخش الشرع من اوله هتلاها بتاع القماش كلهم اللي احنا بنصور عندهم. ده اللي شايفين البطانية الكحلة دي. حلوة قوي. الفانجوم دي جميلة. الخانة بتاعتها تقيلة. آآ كان الكيلو بمئة وعشرة. بقيت الفيديو مع بعض كده زي ما انتم شايفين البطانية الكوحلة دي حلوة قوي. وكان في بقى البني في الفوشيا في الرمادي. الواناتها كتير. كانت الكيلو بمئة وعشرة. شايفين اللي بقى العرض اللي قدام كم دي الدفات. الاشكال الدفات اللي هي عندها كانت الدفاية بخمسة المتر بخمسة وسبعين جنيه. الجنزارة حلوة هو الجنزارة في اصفر. آآ فرومودي. يعني الواناتها كتير بصراحة. كل الالوانات اللي قدامكم دي. ادي آآ الدفات بقى مو خمسة وسبعين كان في منها الوانات كتير. الالوانات قدامكم هيت يا ربي يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مرة هشوفي قناتي اشتركوا فيها وفعلك سير الجرس عشان وصلك كل جديد. وان شاء الله للسبوع اللي جاي. هصور لكم عندها تاني. آآ شايفين الجنزارة اللي هو بيفرد فيها ديت. الجنزارة اللي هي الدوائر ديت. واللي هي بتفرد فيها اللي هي الاسود آآ الشجر عرف الشجرة ده. يعني بصراحة كان في جزارة اسم عندهم. اللي هي البنبا والآآ والبيج. ده عند ابو حسن النحة التانية اما الاتنين فرشة واحدة. ده فهم فرشتين مع بعض كده. الوانات مختلفة. ديها حاجات بقى بالكيلو كان في عندهم ده حفزات كده الكيلو كان بالتمانين جنيه دي بواقي. كت الكيلو بتمانين جنيه بس احيطة صغيرة مش كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو القادم.